اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للأحياء والمدن حيث وجه الرئيس السيسي الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية والتي يؤدي تراكمها إلى ازدحام الشوارع فضلا عن تصفية مقابر السيارات وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهن أو التخريد وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال تطوير الطرق والمحاور والتنصيق الحضاري للمحافظات كما وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بقيام كافة الوزراء والهيئات الحكومية بحصر ما لديها من مركبات ومراجعة صلاحياتها مع التخلص من السيارات المتهالكة وغير الصالحة للاستعمال